مشاهد مأساوية بتعيشها دولة اليمن بعد ضرب أعصار تيج محافظة المهرة وعدد من المحافظات الأخرى شرق اليمن وأدى الأعصار لحد دلوقتي لوفاة سبعة أشخاص نتيجة انهيار منزلهم بسبب الأمطار الغزيرة والسيول لضربة محافظة المهرة وتحديدا مدينة الغيزة نتيجة أعصار تيج القادم من بحر العرب وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة المهرة إن منزل في جنوب المهرة انهار نتيجة الأمطار المستمرة من فجر اليوم وده أدى لوفاة أسرة مكونة من سبع أشخاص في حين أصيب أخرون نتيجة انهيار أجزاء من منزل تاني بالإضافة إلى أربع أشخاص مفقودين لحد دلوقتي وقال للمصدر إن السيول بتحاصر عدد من الأسر في عدد من المناطق في محافظة المهرة وإن الحد دلوقتي فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول للأسر اللي بتحاصرها السيول وإن السلطة المحلية طلبت توفير طائرة مروحية لإنقاذ العلاقين وتسبب أثار تيجل حد دلوقتي في النزوح أكتر من ألف شخص من منزلهم والحدي ينقل الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد